سؤالين دور الامن في عهد مبارك ايضا الاشياء اللي بنسمع عليها حاليا من اختراعات تبدو في مبعض وهمية على عكس ما كان يعتقد كثيرين ان احنا واقعين تحت صوت مباحث امن الدولة في عهد مبارك اولا خليني اقول صراحة انه جميع ضباط امن الدولة اللي كانوا مسؤولين عن الاتصال بجريدة وطنية كانوا شخصيات على قدر كبير جدا من الكياسة والتعقل ولم يكونوا يتعاملوا معانا اطلاقا باملاء ما يجب نشره وما لا يجب نشره او مراجعتنا في ما تم نشره حقيقة كانت العلاقة علاقة طيبة جدا وانا شعرت من خلال هذا ان بيتم اختيارهم يعني انا مش عايز اخفي عليكم سرا انه لما انا ابديت تقديري لبعضهم قالولي انتو الملف القبطي وجريدة وطنية من ضمن احنا نعلم جيدا قد ايه انتو وطنيين وقد ايه انتو بتحبوا البلد وانك لا تدمروا بيها شر وبالتالي افضل العناصر بتتعين في الوزارة لانها تعني بهذا الملف قال لي انتو متعرفوش بعض زميلنا اللي بيملكوا قدرات مختلفة خالص عن القدرات بتاعتنا موجودين في جبهات اخرى محتاجة قدراتهم دي وكانوا بيقولوا احنا بنقدر جريدة وطني لانه حتى وان اختلفنا مع ما تنشره انما بنجد في ان هي حققت ما تنشره وبتنشر الحقيقة بدون انتقاس وبدون مبالغة الحاجة مرضو للناس متعرفوش انه هم قالولنا انتو لا تعرفوا سعة صدرنا في تقبل اي درجة من درجات حرية التعبير اذا كانت ملتبطة بعدم التشهير وبالمصداقية وده اختبرناها فانا بطمن الناس ان جريدة وطني كانت مقدرة جدا ولم تكن اطلاقا تقع تحت اي ضغط قبل النشر او بعد النشر الخطوط الحمرة احنا محنش فرض علينا خطوط حمرة وانا في كل مجال وهو بقول تاني ان دي سياسة وطني اللي ورطناها عن انتون سيدهم انه فيه لينا رسالة واحنا بنحط المصارات اللي بنمشي فيها بما يخدم ويبني هذه الرسالة ما كانش من ضمن ما يخدم الرسالة بتاعتنا اننا نتعرض للحياة الخاصة لرئيس الجمهورية انا ما كنتش يعني انا تكلمت عن الرئيس حسني مبارك في مجال عمله بتكلمت عن رئيس حسني مبارك لما كان في عز الشدة بتاعت النزاعات اللي كان بيطلق عليها نزاعات طائفية وهي ما كانتش نزاعات طائفية كانت اهتدأت على الاقباط وكان يخرج الرئيس حسني مبارك ليقول لا فرق عندي بين قبطي ومسلم وانا انتقدت هذا قلت هذا لا يكفي ان الرئيس يقول هذا ونحن نصدقه على المستوى الشخصي انما ان يجلس على قمة السلطات ويترك السلطات تعيث فسادا في الاقباط انا قلت هذا الكلام لكن لم اتعرض لحياته الخاصة وده خط احمر بالنسبة لنا وبالتالي لما تكلمت على الرئيس السيسي لم اتعرض لحياته الخاصة الجيش المصري رمز وطني امني قومي محترم جدا جدا وهذا ما اختبرناه في التلات سنين اللي فاتوا فلما بنقول ان الجيش المصري خط احمر مش انه عصي على الانتقاد ان المعلومات اللي بتتوفر لاي حد فينا عشان تسمح له انه يتكلم على الجيش المصري غير متوفر وبالتالي احنا عشان بنقول بنحقق اي حاجة بنكلم فيها ولينا مصداقية وبندقيقها انا مقدرش اتكلم على الجيش المصري اولا احنا بنقدر الجيش المصري تانيا عشان انتقده فيه شيء لازم يكون عندي المعلومات اللي تمكنني من هذا الخط احمر بالنسبة للازهر وخط احمر بالنسبة للكنيسة ان احنا ما شفناش انه بيخدم رسالتنا ترح الانتقادات او تسليط الدوق على المؤسستين الدينيتين يصح النهاردة مصر بتمر بمرحلة مغايرة ودي بتهمنا انه الرئيس والاعلام ووطني بتنضم لهذا انها تطلب من مؤسسة الازهر ان هي تحسن من الخطاب الديني وان هي تنظر في داخلها مش بس في خارجها لما يمكن ان يتم فعله لتحسين هذا الخطاب الديني في المقررات التعليمية وفي الرسالة الدينية ووالى اخره فالخطوط الحمراء دي موجودة وكل منبر اعلامي بيحددها بما يختم رسالته لكن اولا واخيرا نقدر نقتحم اي شيء بالمصداقية وعفة القلم قلم جميل جدا الحقيقة وقتنا قرب على الانقضاع بل هو ربما انقضى بس احنا كان في مواضيع كتير عاوزين ناخد رأيك فيها فانا هترحى على حضرتك بطريقة السؤال السريع والاجابة السريعة تقييم حضرتك للعلاقة المصرية الامريكية علاقة صداقة استراتيجية تأخذ بين الدية وبلا تبعية الدور الروسي الصيني بحث عن اصدقاء قدامة لتفعيل علاقات تحتاجها مصر في المرحلة المقبلة اثيوبيا وسد النهضة حق اثيوبيا في التنمية مقبول جدا من الادارة المصرية في اطار الاقرار بعدم الادرار بحق مصر في امنها الماء اقباط ليبيا الله معهم لانهم مأسورين في داخل ما يطلق عليه دولة دور الادارة المصرية في علاج هذه المشكلة اتمنى ان يكون للادارة المصرية دور ليس لانها لا تريد ان تلعب دور ولكن لان المسكوت عنه ان اللا دولة الموجودة على حدود مصر الغربية لا نعرف كيف نتعامل معها ما رأي حضرتك في وثيقة حقوق المواطنة المطروحة للأقباط انا اعرف وثيقة الدستور واجد ان هو الوثيقة التي نستطيع ان نراهن عليها لتحقيق حقوق المواطنة هل يعرف المهندس يوسف تعداد الاقباط في مصر لا اعرف احد قدم وسيلة علمية شرحها لنا استنتج منها عدد الاقباط في مصر هل ممكن ان نرى اسم المهندس يوسف مرشحا للبرلمان انا ارتدي البدلة التي تكون على مقاسي وتناسبني فاذا وجدت ان هذه البدلة تناسبني سارتديها سيادة المهندس يوسف اشكر حضرتك شكرا جزيلا تشرفنا بوجودك معنا في قناة اللوجوس وفي هذه الحلقة الجميلة ونتمنى ان تكون بداية تعامل ولقاءات اخرى في المستقبل اشكركم بيجمعني بكم كل الحب والتقدير والاحترام وممنون لترتيب هذا اللقاء احبائي المشاهدين نشكركم شكرا جزيلا عن حسن استماعكم ونراكم في حلقة قادمة من المسيحي والمجتمع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة